طيب هنروح لنشيء كرة اليد موليد 2004 واللي بلعبه كأس العالم دلوقتي في كرواتيا طبعا منتخبنا تصدر مجموعته الحقيقة الموضوع ده مهم جدا ان انت تصدر مجموعتك في التصفيات كأس العالم ده بيريحك في المشوار بشكل كبير جدا طب خلينا استعرض مع حضراتكم مبارياتنا كانت شكلها ايه وفوزنا ازاي اول مباركة مع اليابان وفوزنا بنتيجة 40-32 وبعدين فوزنا على تشيك بنتيجة 28-22 وبعدين قدرنا نفوز على منتخب ايسلاند العانيد 33-30 وتصدرنا المجموعة في ثلاثي النادي الاهلي بيشارك وبيشارك بشكل يعني مكثف مع الفريق وهم محمد صلاح صنع العاب وبلال ابراهيم وينجليفت ومعاز عزب لعب دايرة طيب هنطلع نلعب مين هنطلع نلعب مطشين في التصفيات التانية انت بتنعب مجموعتك بتطلع تاني على دور الستاشر بيبعندك مباريتين هنلعب البرازيل بكرة ان شاء الله وعندنا مبارات اسبانيا مطشي قوي جدا بعد بكرة دا الدور الرئيسي مباراتنا ان شاء الله مع البرازيل بيزني لا نكسب ولكن مباراتنا مع اسبانيا احد عظماء اللعبة في العالم لو كسبنا البرازيل ضمننا التأهل لدور التمانية لان تكفيك فوز واحد لانت تطلع بالعلامة الكاملة من مجموعتك بتطلع بنقاطك فانت تأهلت باربع نقاط فاذا الموضوع بالنسبة لك تحتاج مطشي واحد اللي هو البرازيل بكرة ان شاء الله تكسب البرازيل تخش على اسبانيا ربنا وفقنا في اسبانيا طب ما تكسب اسبانيا مهم انت كده كده تتأهل بعد البرازيل ولكن مطش اسبانيا مهم عشان طريقك بعد كده ما تصطدمش في دور التمانية باحد الكبار وحتى في السم الفينال تاخد الفرق الحنين ده ان شاء الله اذا عددت دور التمانية طب من بيقود هذا المنتخب وقال عبدالعاطي نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر هو المدير الفني والحقيقة طبعا معهم هناك العظيم طبعا كابتن الالفي محمد الالفي موجود مع الجهاز هناك كمشرف على المنتخبات القومية والرجل ده الحقيقة كان ضفنا في كثير من الاوقات وموسوعة مش بس تاريخ ولكن حاضر ومستقبل رجل بمعنى الكلمة في التخطيط فوجود كابتن محمد الالفي الحقيقة بيطمننا احنا كمحبين لكرة اليد وعشاك كرة اليد بيطمننا كابتن محمد الالفي هو الامان هو الفنيات هو حب اللعيبة ليه كابتن محمد الالفي خرج نجوم يعني انا مش عايز اقول لكم كم من نجوم اللي حتى ما ويفش في طريقهم يعني كان اللعيب بيبعب معاه في اليوبلس بيبقى كويس بيقول له يلا توكل على الله يطلع عايشوفك يحيى الدرع وسيف الدرع ولاده يعني اصدق لكم انه خرج نجوم كبار ولسه ومزال اتمنى لك ان شاء الله التوفيق في هذه البطولة كمشرف على المنتخبات واكيد بنتمنى للجهاز الفني بقيادة كابتن واقل عبد العاطل